يساند كل اللاعبين المصابين داخل قطاع النشئين بالنادي الأهم زي ما ساندنا شادي ردوان وكننا في زيارة مهمة ليه في المستشفى هو بيعمل عملية لينا زيارة مهمة وكاميرا لاشباكت موجودة مع اللاعب أحمد أشرف تحت 17 سنة لاعب موليد فريق 2001 ومن اللاعبين المميزين داخل قطاع النشئين نروح نشوف تارير ده وكاميرا لاشباكت موجودة مع أحمد أشرف ونرجع لحضراتكم مرة تاني في البداية طبعا أحب أشكر كاميرا القناة الأهلي على الاهتمام وأوجه التحياتي وكابتل كابتن أسامة حسني الحمد لله طبعا قدر لما شاء فعل جالي قطع في الروباط الصليبي كنا في ممارا الحمد لله أجرت عملية الروباط الصليبي مبارح كان في ناتشرة في الغضروف الخارجي الحمد لله عدت على خير إن شاء الله هطلع بكرة في المستشفى هو جم قبل المعمل العملية بسه برضه عملوا شوية تستات وقالوا لي على تمرين هنبتدي نشتغل أطول من بعد العملية بعد العملية ما حصلش كلام مع دكتور أحمد بس يعني هو تواصل مع والدي وطمينه قالوا الحمد لله العملية الدنيا كويسة والدنيا كان تمامي الحمد لله الحمد لله كويس إن شاء الله الفترة اللي جاية أقدر فأقرب فرصة أن أنا أكون متواجد إن شاء الله أقدر أقدم لي حاجة كويسة أقدر إن شاء الله أخلي النادي الأهلي في المكانة اللي متعودين عليها دايما وإن شاء الله ربنا يكرمني ونجيب بطولة أفريقا إن شاء الله النادي الأهلي بقى لها كتير بعيدة عن النادي نقدر إن شاء الله نحققها ونخلي جمهور الأهلي دايما رأسه مرفوعة زي ما الجمهور متعود هو في البداية طبعا أول يومين كانوا يعتبروا من أصعب يومين قضيتهم في حياتي كلها ساعة الوقع اللي وقعتها طبعا أنا ما كنتش مصدق أو ما كانش في تفكير أنه ممكن يحصل لي حاجة كده في المالأيام كان التشخص المبدأي كان أنه كان فيه حاجة في الوضروف الخارجي بس بعد كده عملت الأشاعة طرعت قطع في الصليبي بس زي ما قلت الحركة طبعا الحمد لله كل حاجة مكتوبة عند ربنا كل اللي ربنا بيجيبه خير طبعا وأكيد ربنا نشأله حاجة كويسة يعني إن شاء الله أنا هو نصر ماهر أنه حضرته في الأيام الناشئين قبل ما يتصعد بالفري الأول كان جاله أصعب أصعب من الصبتي كماني يعني كان جاله أثنين صريبي مش واحدة قدر يزبر واشتغل كويس وربنا كرمه في الآخر وماشاء الله مكسر الدنيا دلوقتي مع الفري الأول فإن شاء الله أمشي على خطوة يعني إن شاء الله وأقدر أرجع أحسن من الأول إن شاء الله طبعا نادي الأهلي ما تأخرش عني خالص أنا تصبت مثلا كان يوم الجمعة عمل ما الأشعة تلعت تلعت السبت وتثبت أن أنا عندي قطع في صليبي من ساعة على طول بصراحة الناس مشت في الإجراءات أشكر طبعا أحب أشكر كابتن فاتح مبروك كابتن شامح أنا فيه شكر خاص طبعا لكابتن إكرامي وقف معي في مواقف كتيرة صعبة دايما في ظاهري دايما بيدعمني يعني كابتن إكرامي زي والد بالضبط فطبعا أحب أوصله شكر خاص من خلال قناة نادي الأهلي وده الطبيعي يعني أن نادي الأهلي دايما بيؤفر أولاده فمش حاجة جديدة يعني عن نادي الأهلي أولا طبعا تحيات الكابتن إسامة حسني وتحيات لقناة نادي الأهلي والبرنامج الأجبال دي حاجة مش غريبة عن نادي الأهلي إنه دايما بيهتم بكل أولاده بصرف النظر بقى أجبال درجة أولى المهم أنه هو كل المنتمين للنادي الأهلي بيحسوا دي اللي بنقع عليها عائلة النادي الأهلي زي ما كابتن الخطيب قال عائلة النادي الأهلي بالفعل هي فعلا إحنا في عائلة النادي الأهلي وبيهتم بكل العائلة كل أفراد العائلة سواء صغير أو كبير دي أول ثاني بالنسبة لإصابة أحمد الحمد لله طبعا قدر الله مشاء فعل ودي إرادة ربنا والحمد لله أحمد أنا والدته هو وأخواته يعني مربينه من صغروم على أن يبقى علاقته بربنا قوية ويؤمن بقضاء الله وقدره ويؤمن أن كل حاجة ربنا بيعملها أكيد خير ربنا ما يجيبش حاجة عشاء أبدا وأكيد ربنا الإصابة دي خير لي في مستقبله وأكيد هي فدت حاجة أكبر وإن شاء الله بإذن الله أنا واثق في ربنا أولا واثق في أحمد ثانيا بعزمته وبإرادته أنه هو هيرجع أحسن للأول بإذن الله طالما هو ماشي في السكة دي وهو علاقته بربنا قوية وهو عنده إيمان وعزمة فبإذن الله إن شاء الله هيرجع أحسن للأول إن شاء الله بإذن الله طول ما انت علاقتك قوية بربنا سبحانه وتعالى أكيد هتتقبل أي حاجة لأن ده اختبر من ربنا أولا وأخيرا ممكن بيختبر إيمانك بيختبر تحملك وفي الأول وفي الآخر اللي عايزه ربنا هو اللي بيكون ودي اللي أحمد مقتنع بيها وعرف إن ده ربنا عمله خير الإصابة دي خير لي أكيد يعني أنا مهما اتكلمت عن نادي الأهلي مش هادر أقول حاجة يعني ليه مش هتكلم لأن ده الطبيعي ده ده العد بتاع النادي الأهلي يعني لو حصل غير كده يبقى مش النادي الأهلي الطبيعي جدا جدا إن التعامل مع أحمد دوت النادي الأهلي بيعمله مع كل ولاده فدي حاجة مش غريبة على النادي الأهلي وأنا ما كنتش ألآن وأنا بتوقع جدا إن النادي الأهلي هيعمل اكتر من اللازم بالنسبة لولاده ومش لحمة بس. يعني احنا يعني احنا حتى من صغرين احنا بنبدول مبادئ النادي الاهلي واخلاقية النادي الاهلي. هي دي مبادئ النادي الاهلي. ان ابني ما تخلاش عنه في اي لحزة. واقف جنبه في اللحزة اللي هو ضعيف فيها اكتر من اللحزة اللي فيها قوته. فده طبيعي جدا. انا مش هقوله ايه? هقوله ده العادي بتاع النادي الاهلي. بالمناسبة اللعب احمد اشرف. ما شاء الله زي ما احنا بنقول من اللعبين المميزين داخل فريق 2001. هو كمان كابتن فريق 2001. وكمان كابتن منتخب مصر. 2001. يعني اللي كان من مجموعة اللي انضمت مع كابتن ربيا سين. تمنا له ان شاء الله انه يرجع. فاسرع وقت. وهو فعلا من اللعبين المميزين. سلوكيا واخلاقيا كمان. آآ وفنيا. نبولي كمان من الحاجات الحلوة. وهو تحت السيل البنج. وخارج من العملية. بقول افريقيا يا اهلي. افريقيا يا اهلي. فنتمنى ان شاء الله التوفيق طبعا لفريق النادي الاهلي. فريق الاول بكرة مع شهيد السورة الجزائري. ويبقى يوم اهلا. وان شاء الله بازن الله.